كله بني آدم خطاء يعني دي الإيجابية لأنا يعني أعتقد إنه كتير من الناس حبت خطابك عشانه مصطفى حزن لو أنا فصرت الآية دي بكلام علماء النفس قل يا عبادي كانوا بيعلمون الفرق ما بين الإحساس بالذنب والإحساس بالعار فقالوا الإحساس بالذنب اللي بالإنجليزي feeling guilty إن أنا غلط أنا كويس أنا إنسان في عين ربنا حاجة مكرمة سنة عملت حاجة غلط فأنا لازم أصلح الغلط الإحساس بالعار إن أنا معيوب ربنا مش عايزني أنا ربنا لم يخلقني للجنة الإحساس بالعار ده يخلي الإنسان ما يتوبش فما قالوش يا فاسق لا تقنط من رحمة الله ما خلهش يشعر بعار الفاسقين قال له يا حبيبي يا عبادي الذين أسرفوا علشان ما يخلهش يجلت ذاته لدرجة إنه يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لكنه شجع بعد الآية بحديث اللي حضرتك تفضلتي بي دلوقتي كل ابني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون شجعوا قال له وأنيبوا إلى ربكم ارجع ارجع وطليني فرحا بيك أرجو وطليني وقامال